أنا الفريق جباريا ورامين عام وزارة البيج مرقة هنا موجودة ممثلي أو مسؤولي أربعة جهزة أمنية وأنا أيضاً أمثل وزارة البيج مرقة يعني ضمن المنظومة الأمنية العراقية موضوع الحرب أنا أسميها الحرب الحرب التركية مع مسلحي البككة أصبحت خطرة الآن لا يمكن عبورها بسهولة بهذه الطريقة بس سوف أوضح دقيقة وأسأل السؤال لوزير الدفاع نعم بس أوضح وضح دقيقة للجميع للعلم وجود القوات التركية في العراق وأيضاً الطائرات التركية هو بسبب مبررين الأول التوفيض من قبل البرلمان التركي في كل عام لدخول القوات التركية إلى أي منطقة لمكافحة الإرهاب والسبب الثاني وجود مسلحي البككة على طول الحدود التركية العراقية والآن على طول الحدود التركية الإيرانية للعلم هو السبب الذي يعطي المبرر لهذه الحرب لأنهم يقولون أن البككة هم إرهابيون يعني الحرب ضد الإرهاب فما هو السؤال؟ لعلمك لعلمك حتى أوضح القوات التركية دخلت الإرهاب العراقية حوالي بعمق 45 كيلومتر وعلى طول 100 كيلومتر والبككة منتشرين على طول الحدود التركية العراقية والإيرانية على طول حوالي 700 كيلومتر وهناك حرب حقيقية قرى 450 قرية مهجرة وقبل يومين قصفت الطائرات التركية بيانجوين تبعد تثبيت كيلومتر عن الحدود التركية كاكة تتحدث عن معلومات أمنية عرفوها أسأل السؤال أسأل السؤال للأخوة الأعزاء هل هذا الموضوع لمن السؤال؟ للجميع كل واحد رأي يجاوب عليه نعم للجميع لأنه كلهم هل إنما معنى السيادة بأن وجود قوتين متحاربتين على الأرض في العراق بدون أن تكون هناك رخصة لكل القوتين لا للبككة كمسلحين يسمونه مرهابين ولا القوات التركية كيف نعانج هذا الموضوع الخطر؟